في لبنان نظم مواطنون لبنانيون مظاهرة حاشدة أمام المدخل الرئيسي لمصرف لبنان المركزية احتجاجا على الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وأغلق المحتجون شارع الحمر الحيوي بوسط العاصمة بيروت وذلك وسط انتشار أمني مكثف وشارك في المظاهرة عدد من المتقاعدين بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية للمطالبة بزيادة المعاشات وصرفها بالدولار الأمن كحسرا وحاول متظاهرون اقتحام أسوار المصرف وقطع الأسلاكية الشائكة إلى أن قوات الأمن تصدت لهذه المحاولات